المترجم للقناة 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 ما فهمني حبيبي يبقى أول حاجة مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح فأيوب 27 يقول حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي أنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتي إثما ولا يلفظ لساني بغش يسلك بالحق يعني يسلك في طريق الله يسلك في وصية الله أيوب بيقول أنه ربنا عمل نزع حقي وأمر نفسي يعني بعد ما عمل فيه كل ده في الآخر بيقول لن تتكلم شفتي إثما ولا يلفظ لساني بغش هسلك بالحق هسلك في طريق الكمال فأفاس أربعة معلمنا بوليس أنا كل ده بتكلم عن الأربع حاجات الأرضيين اللي هو السلوك بالحق السلوك بالفكر وبالعمل والعمل في وصية الله لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطيه نعمة للسامعين أحيانا بنخش في نقاشات ما لهاش لازمة في حياتنا إن كان في الشغل أو مع جراننا أو مع صحابنا أو مع زمينا أو أول لسه كنت قاعد مع حدة من شوية كان بيتكلم بيقول هو أنا صح ولا غلط يا بنت من بناتي جالها لحظة تشوش البنت بتحب ربنا جدا خلوات على طول قدسات على طول تسبحة على طول صلة في الكتاب على طول حد كده مش موجود النهاردة خلاص فأصبح عندها مشكلة إن كل زميلها شايفينها دمها تقيل هي جاي بتقول لي أنا بقيت مشوشة هو أنا اللي صح ولا أنا اللي غلط يجوا يقولولها مثلا إن النهاردة الجمعة فعندنا أعداد خدام بيخلص سبعة ونص تمانية فيجوا صحابها يقولولها إيه يلا بينا على في عندنا كده في الشروق شارع اسمه شارع مصر عارفين الشارع اللي اتعمل في شارع توندل اللي هو برضو في محلات أكل عندنا كده حاجة شبه وبس على مصغر يعني فإلا بينا نروح شارع مصر ناكل شارع مصر ده فيه إيه بقى كل ما تشتهيه الأنفس من الهامبورجر والشاورمة والكريبات والمش عارف والبريبات والمرمات والحاجات بقى العجيبة اللي هي طلعت اليومين ده جريت رأيكم معلش تنازل جوعتكم فلما بتقول لا اماينفعش النهارده الجمعة أصبحت هي ايه الانسانة المكالكعة المعقدة المنفسنة اللي محتاجة لتروح لدكتور نفسي فالبنت جاي بتقول لي اوهوهوه انا بقت وحشة البنت جالها لوسة هو انا اللي غلط ولا مين قلت له لا يا بنت انت لصح هو اللي مستهين ومستبيح انت مش دمك تقيل ولا انت عندك مكالكعة ولا انت معقدة أنت ماشية بنظام زي ما الكنيسة علمتك هو المستبيح مش هو اللي صحة وانت اللي غلط فأصبح عندنا في في لخبطة في المعتقدات فاحنا نفس القصة أصبحنا بنخش بنسمع كلام راضي كتير وبنسمع أحاديث غريبة وبنسمع كلام عجيب وبنسمع تعليم مختلفة خالص عن كنيستنا بنسمع حاجات غريبة عمال عمال فأقول لسولو بيقول إيه لا تخرج كلام راضية من فهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة لإيه بقى لكي يعطي نعمة للسمعين السلوك بالحق في الكلام في بولس الرسول في آفاسوس برضو خمسة يقول إيه مكلمين بعضكم إيه بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب يعني بولس الرسول بيقول لو سمحته اللي عايز يعيش فرحان تكلموا بعض إيه اللغة بقى عارفين اللغة لغة إيه خيين بصوا اللحنة حتى كلكم تحكتوا يعني نقل لحظة فرح كده إيه اللي حصل هو ده وصية وصية مكلمين بعضكم بعضا يعني لما نجي نتكلم سبحوا الرب تسبيحا جديدا أهلا وسهلا هو ده اللي عايزه بولس عايزه بولس كام واحد بيصلي مزامير مش عايز حد يرفع عيده أحد داحك هوا اتنين داحكوا كله بيضحك النهاردة دخلنا برضو كنا في اجتماع الخدام كده فعايزين نعمل كود للخدمة كود للخدام عارفين كود الخدام؟ في حاجة اسمها الدريس كود ومش عارفه الاتندنس كود في كل حاجة لها كود فعايزين نعمل السيرفانت كود عايزين نعمل كود للخدام فابتدنا نطرح شوات أسئلة بنقول إيه الخادم يحضر كام قدس في الأسبوع ده كان اجتماع الخدمة العام عشان بس إيه نكونوا يعني فسمعنا عجب يعني يعني من يمام بنتكلم في المين يمام أربعة ولا اتنين ولا واحد في الشهر ولا ايه بالزبط يعني في ناس رفعت في الواحد ده اجتماع الخدام العام وفي ناس واحد في الشهر اه إن شاء الله وفي ناس رفعت اتنين وفي ناس في الآخر اتفقنا أن يكون أربعة في الشهر طب بنصلي أجبية كم مرة في اليوم سحرة سحرة زي السحرة اللي أنا عاد فيها دلوقتي بالزبط كده نفس السحرة دي برضو شفتها الصبح من كم ساعة ده هو بوليس بول كده مكلمين بعضكم بعضا بأول حاجة حطها ايه بمزمير يعني أنا يعني محتاج كان أبونا مينة رمز الله يهنح نفسه بكنيسة مريمورقس مصر الجديدة حاجة تعلمتها منه قبل ما يتنيح يعني كان يقول داود النبي يشغل ايه عشان لما حد ييجو لي أبونا للأجبية دي تيلوية تالتة وستة باكر وتالتة وستة وتسعة وغروب ونهو نص الليل يعني انت بتتكلم في حاجة صعبة قوي فكان أبونا مينة يقول ايه الله ينح نفسه يقول داود النبي كان شغال ايه ها ملك ملك صح كان بيكلم مين ملك بكلام ايه المزمير يعني هو داود ملك كتب المزمير نبوات عن السيد المسيح فكتبها للملك فتعتبر المزمير دي كلام ايه ملك بيكلم ملك يبقى كلام ايه كلام ملوك بمنتهى البساطة دخلوا بقى كده حضراتكو انا بابتكلمش كلام الملوك وبتكلم كلام تاني خالص مزمير كلام ملوك يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تقدبني بسختك الى متى يا رب تنساني الرب نوري وخلاصي ممن اخايف اليك يا رب سرخت في حزن يا رب اليك سرخت فاستمع لي كلام فمنتهى العظمة كلام ملوك بقى خلو احنا بقى حضراتكو كده يعني الكنيسة بتقول لنا اتكلموا كلام ملوك واحنا نرد نقول ايه حقيقة عايزيني الكلام الشعبي الخفيف اللي الناس تفهموا ده اللي هو الكلام بتاع البسطاء عارفين في برنامج بييجي في ناشونال جيجرافك القناة بتاعت ناشونال جيجرافك ابو ظبي هو بالعربي بالعربي مكتوب علم البسطاء معرفش حد شاف البرنامج ده اسمه علم البسطاء بالانجليزي مكتوب ايه stupid انا ايسف سمحوني انا ايسف سمحوني الترجمة الانجليزي بتاعه stupid عارفينه stupid يعني ايه اسمه الله نشو حافزنها دي فالفكرة في ايه انه البسطة فعلا اه كل ما الموضوع احنا بسطة ونحب البسطة بس نيجي بقى في الكلام مع ربنا لا اتكلم كلام ملوك بقى واتكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحية مترانمين ومرتلين في قلوبكم للرب يبقى الكلام الطبيعي بتاعي كلام ايه كلام مزامير كلام تسبحة كلام مفرح كلام مفرح هو ده الكلام اللي بتكلم بيه اما غير كده ما عرفش يبقى السلوك بالحق في العمل انا اسف في الفكر وفي الكلام نسلوك بالحق في الكلام اللي هيتكلم بالمزامير والتسبيح والاغاني روحية اللي هي الالحان يعني لاغاني روحية اللي هي الالحان هو انسان هيعيش فرحان انسان هيعيش فرحان انسان هيتنقل من حالة الارض لحالة السماء في منتهى في خطوة واحدة فمتة 16 يبقى السلوك بالحق في الفكر وفي الايه وفي الكلام تالت حاجة اللي عايز يفرح اللي عايز يفرح ويعيش بالفرح كده مع المسيح يعمل بوصايا المسيح الانسان الفرحان واللي عايز يعيش فرحان يعمل بوصايا المسيح فمتة 16 يقول فان ابن الانسان سفى يأتي في مجد ابيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله خيرا كان ام شرا يبقى الانسان اللي عايز يتجازي خير من السيد المسيح هيصلك في وصاياه يعرف وصية ربنا يجازي كل واحد حسب عمله عملي كان ايه انا كنت ارجل سريعة سريعة الى الخير ولا ارجل سريعة الى عدم الخير انا بعمل ايه في حياتي حضرتك بتعمل ايه في حياتك حضرتك بتجري على حد فيكو هنا متجوز نشكر الله بارك حدش متجوز خالص مجموعة رجالة محدش متجوز خالص طيب واحد اوه في واحد اوه اتنين اوه نشكر الله عارفين في وصية كده في الاكليل تقول ايه تسرع الى ايه تسرع الى كل ما يسر قلبه يبقى انت بتجري عشان تفرح قلب مراتك بتجري عشان تفرح قلب ولادك بتجري عشان تفرح قلب اسرتك وعيلتك والناس اللي حواليك طب هل انا بأسرع الى ما يسر قلب الله هل انا بحاول افرح قلب ربنا ايه اللي يفرح قلب ربنا يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرق بس ده اللي يفرح قلب ربنا اللي يفرح قلب ربنا اني اعيش اقول له رب تفضل اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي اكتب اعمالي طبعا لاقوالك خد بقى يا رب واستلم انت واشتغل انت انا مش هعمل حاجة مع نفسي فان ابن الانسان سفيأتي في مجد ابيه مع ملائكته ويحنائذ يجاز كل واحد حسب عمله يعقوب اتنين الاصحاح بتاع التحذير من المحاباة يعقوب اتنين ده اسمه اصحاح التحذير من المحاباة اللي هو ما تجملش حد على حساب حد ما تجيش لحساب حد على حساب حد يقول ما المنفع يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال هل يقدر الايمان ان يخلصه ان كان اخ واخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهم احدكم امضية بسلام استدفئة واجبعة واحد جاي بيقول انا بردان وجعان فتقول له ايه عارفين اشهر كلمة بتال ايه ربنا معاك حبيبي ربنا معاك ويسندك حلو هو كده كل يعني هو كده كنت انا رسمت له طفحية او فرخة كده على الحيط وقال له ايه كل بقى حبيبي يلا مش انت جعان يلا كل ورسمت له بطنية تحتها يلا بقى تدف هو الحقيقة مش ده اللي هيدفيه مش ده اللي هيشبعه اللي هيدفيه ويشبعه ايه لانا طلع وديله ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعها كذا الايمان ايضا اللي لم يكن له اعمال ميت في ذاته الاسحاح دا تكلم عن مثالين مشهورين جدا ايمان ابونا ابراهيم ايمان ابونا ابراهيم اللي عمل بحسب ايمانه فحسب الله له ايه برا وايمان رحاب الزانية اللي استقبلت الجسوسين وهربتهم ودخلت شعب اسرائيل كله ده لما اسوار اريحة سقطت بعد ما لفه سبع تيام وفي اليوم السابع لفه سبع دورات او سبع لفات حوالين اسوار اريحة فالايمان بدون اعمال ميت اللي عنده ايمان وعنده اعمال هو انسان فرحان زي كده في اصحاح مشهور اسمه اصحاح العطاء والعطاء بفرح اللي هو كورونسوس التانية تسعة كورونسوس التانية تسعة يقول ايه؟ افتعال هذه الخدمة اللي هي خدمة الاشتراك في احتياجات القدسين افتعال هذه الخدمة ليس يصد فقط اعواز القدسين ولكن يزيد بشكر كثير لله الانسان اللي بيديه هو انسان فرحان قوي ليه؟ اصطو انا بشكر وغير بيشكر افتعال هذه الخدمة ليس يصد اعواز القدسين فقط مش بسد احتياجات اخواتي الفقرة بس لكن انا بعمل ايه؟ ولكن يزيد بشكر كثير لله هو فرح ان احتياجاته تسددت وانا فرحت ان انا شكرت وعملت خير حد فيكو هنا بيخدم اي خدمة في اي حتة؟ مين بينزل الخدمة فرحان؟ مين بينزل الخدمة متغصب؟ عفيق احنا كده ايوا ليه ضحك ده هو اعرف نفسه في واحد كده ينزل الخدمة بيبقى رجع مش شغل تعبان ويبتدي يجهز للخدمة بتاعته ويقول ايه؟ يا رب ما حدش يرد النهاردة يا رب ايوا هو صح مش ده اللي بيحصل صح؟ ده اكين انا اكين عاد معاك وانا يا رب ما حدش يرد النهاردة يا رب ما حدش يرنه وما حدش يرده يا رب ما حدش يبقى مش عايز انزل ما حدش يسأل في الدرس ما حدش يعمل اي حاجة يعني النهاردة انا جاي بص انا تعبان وعلى اخري ومحتاج بقى ان انا ايه؟ يعني النهاردة معادل خدمة طب يا رب تتلغي يا رب الاوتوبيس النهاردة يجيله مصمار في الكويتش فيروح الكويتش مفسي فمعرفش نتحرك وده بيحصل ولا ايه بجد يعني مش للدرجات يعني مش هنيز الراجل السواق يعني لا لا ده مش تابع انا بسمع من برة لا ادار اعمله كده في الشروق لا خالص الانسان اللي بيخدم هو بيخدم بفرح ليس عن حزن او اضطرار لان المعطي المصرور ده في نفس الاسحة برضو المعطي المصرور ايه؟ يحب والله انا بقدم خدمة فانا بقدم خدمة وانا فرحان بقدم خدمة وانا مستني يوم الخدمة انا مستني يوم الافتقاد مستني يوم اني هكلم حد في التليفون مستني الكيس ده يتملي وانا اخده وانا وماشى عسى محتاجين فلوس في الكنيسة اشكرك فانا مستني انا مستني اليوم ده بفرح انا عايز كده خلقوا ديكو يعني كده ديبلي جده جوه تخرجوا كده بقلب اه ده تدريب عملي على اللي احنا بنقوله فالانسان اللي بيدي بيدي فرحان بالمناسبة العطاء مش عطاء مادى بس عمر العطاء ما كان عطاء مادى اخر حاجة ربنا يبصلها هو العطاء المادى في الكيس بتاع العطاء ربنا يبص ابتسامة واحد في وش حد حزين ده عطاء كلمة تشجيع ورجاء وامل ده عطاء كلمة مفرحة لحد تعبان ده عطاء زيارة المريض ده عطاء كل ده العام اللايك على الفيسبوك ده بيعمل اللايك على الفيسبوك ده اه انه حد يعني ده اللايك على فكرة ما هو مارك زوبر برج عمل ديس لايك برضو يعني عمل فيه واحدة كده كون انه انا بفرح قلب واحد ده حاجة عطاء فالعطاء مش عطاء مادى بس المعطي المصرور يحبه الله فمتى خمسة وعشرين بقى السيد المسيح يرد القول القاطع الفاصل يقول ايه ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثو الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لاني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فذورتموني محبوسا فأتيتم الي فيجيب الملك ويقول لهم الحق اقول لكم بما انكم قد فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فابيه فعلتم الانسان اللي بيعرف يدي ويساعد غيره هو انسان فرحان جدا جربوا كده تنزلوا في يوم خدمة شوفوا البركة اللي بتاخدوها وانتوا راجعين قابلت ناس كده من حوالي اسبوعين ابتدوا يعملوا خدمة بينزلوا مستشفى من المستشفيات العامة اللي هي المستشفيات اللي هي بتاعتوزارة الصحة دي فيها كوارث يعني انا قعدت معاهم اتعزيت شفت المنظر وروني صور كده حاجات غريبة جدا يقول لي ابونا على قد متعبنا في الخدمة دي من المناظر اللي شفناها على ما قد مرجعنا فرحانين ومتعزيين وحاسين في بركة مش طبيعية في حياتنا انسان اللي بيخدم بقلبه وفرحان هو انسان بياخد بركة وفرح يبقى عشان عشان اعيش بفرح مع السيد المسيح لها كل المجد على الارض هنا لازم اسلك بالحق في الفكر وفي القول وفي العمل فكر وقول وعمل فكر مستأثرين كل فكر الى طاعة السيد المسيح في القول انه ليكن كلامكم للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين رقم تلاتة الانسان اللي يدي ويعمل بوصايا السيد المسيح ويبتدي يساعد غيره هو انسان فرحان دول اول اربع حاجات انا اقول تلاتة حاجات اول اربع حاجات هما تلاتة بس يبقى احنا نتكلم في عشر نقاط بس سبعة تلاتة وسبعة يبقى انسان فرحان لانه يسلك بالحق في فكره وفي قوله وفي عمله ننقل كده اه ده في واحدة ربعة ايه كمان صح اللي هي بقى ان انا احفظ وصايا ربنا حفظ وصايا ربنا يعني حفظ وصايا ربنا في حصق يالة اربعة واربعين يا ابن ادم اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع باذونيك كل ما اقوله لك عن كل فرائد بيت الرب وعن كل سنانيه واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس احفظ وصايا ربنا وقدامك خليها قدامك على طول احفظها اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع باذونيك كل ما اقوله لك يعني حتى الكلام اللي ربنا بيقوله بيقوله مش تسمعه بس ده أنت تبص عليه وتحطه في قلبك تحفظه هو ده اللي هيحفظك وهو ده اللي هيفرحك في يشوع واحد يقول لي لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ دل عمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح تفلح يعني ايه تفلح الفلاح اللي هو الايه اللي هو النجاح والنجاح وراء ايه النجاح ايه فرح الانسان اللي يحفظ شريعة ربنا يلهج فيه يلهج اللي هو جاي من اللهج اللي هو كثرة ترديد الكلام كثرة ترديد الوصية كل ما بكرر الوصية كل ما بيحصل فيه ايه تصلح طريقك وتفلح وحينئذ تفلح كثرة ترديد الوصية بيخلين احفظها ولما احفظها هتلاقيني بيعنفزها بسهولة زي كده ما قلنا لو خدنا تدريب صغير احنا مش بنصلي بالمزامير او بعدنا بيصلي بالمزامير او بنصلي الانجيل او القطع او ايا كان لو خدنا تدريب ان احنا كل شهر كل شهر حفظنا مزمورين من صلة من الصلوات على اخر السنة هتلاقينا حفظنا اربع مزامير من كل صلوة وهكذا كل سنة نحفظ حاجة كل سنة نحفظ حاجة مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحية لو خدنا تدريب ان احنا السنة دي نحفظ لحن من الحان اسبوع البسخة لو خدنا تدريب ان احنا السنة دي نحفظ لحن من الحان النروز لو خدنا السنة دي تدريب ان احنا نحفظ لحن من الحان الايامة او الخمسين المقدسة عقلنا مشغول بيها على طول انا عقلي مشغول بالمزامير عقلي مشغول بقطع المزامير عقلي مشغول باللحن عقلي مشغول بالقداس عقلي مشغول بكتاب رب عقلي مشغول 24 ساعة عارفين حضراتكم بيقولوا كده جربوها يعني اخر حاجة بتسمعوها قبل ما تناموا هي اكتر حاجة تحفظوها وتفضل تزن كده في دماغك وفي العقل البطن طول ما انتوا نايمين حتى ممكن تحلاموا بيها عشان كده المعلمين بتوعلك الناس يقولوا لو سمحت لو في لحنة معاصلة جمعاتك شوية اسمعوا مرتين تلاتة قبل ما تنام بس ما اسمعش حاجة بعده مرتين تلاتة يعني النهاردة ليه فالحاجة اللي انت تفضل ترددها قبل ما تنام هي دي الحاجة اللي تفضل شغالة في العقل بتاعك طول ما انت نايم لو جربتوا كده تقولوا مثلا يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ عشر خمستاشر مرة عشرين مرة قبل ما تناموا صدقوني لو حصل في يوم من الايام ان انتوا صحيتوا عدشانين مثلا الساعة اتنين تلاتة الفجر هتلاقوا اول حاجة بتنط على اللسان هي اخر يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ اتعمل لها اوتوماتيك ريكولينج اشتغلت كده لوحدها عارفين ريكوردر اشتغل لوحده فابتدى العقل يتردد اخر كلمة حافظة عشان كده بيقول في ليلة منترايح القدس ما تتفرجش على التلفزيون ليه الحاجات اللي هتفضل تتفرج عليها بقى ويا سلام بقى يا سلام بقى لو فيه اغنية ولا حاجة سمعتها قبل قبل ما تنام يا سلام الست هتفضل شغالة في دماغك ليل ونهار اول ما تصحى تاني يوم الصبح بدلا ما تقول سبحوا ربي يا جميع الامم ولتباركوا كافة الشعوب هيتقال حاجات تانية عارفينها انتم الحاجات التانية نعم غني وطنية اه مهي برضو غني وطنية الناحية تانية برضو غني وطنية كله غني وطنية كله للحب يا حبيب فبيقول لا يبرح سفر هذه الشريعة فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا تلهج يعني ايه وصية ربنا تفضل ترددها ايه بقى ليل ونهار دي وصية في أشوع واحد في تاثنية تلاتين يقول ان هذه الوصية التي اصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك وصية ربنا مش صعبة عسرة يعني صعبة ليست عسرة ولا بعيدة ولكنها ايه قريبة ولا بعيدة منك هي قريبة جدا نيري هين وحملي خفيف صدقوني وصية ربنا سهلة واللي يعيش بوصية ربنا بمنتهى السهولة يعيش فرحان لانه هيعيش بكثرة تردية كلام ربنا وكثرة تردية وصية ربنا في يحنى 14 بيقول ان كنتم تحبونني ها مين بيحب ربنا مين بيطبق وصية ربنا مين حافظ وصية ربنا طب مين الشاطر اللي هيقولي الوصية الوحيدة اللي السيد المسيح قالها في العهد الجديد في يحنى 13 يا انا عايز الاية موسى النبي في العهد القديم ادلنا كم وصية عشرة لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي مالك ما مالك قريبك العشر والوصية المعروفين جيس سيد المسيح ففي يحنى 13 يقول ايه وصية جديدة اعطيتكم وصية ايه ما قالش بقى لا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة قال وصية واحدة وصية جديدة اعطيتكم ان تحبوا بعدكم بعضا دي الوصية بتاعت ربنا مين شاطر بيعرف ينفذ هذه الوصية حب ربنا ازاي حب ربنا ازاي لازم تفكروا حب ربنا بكثرة ترديد كلامه حب ربنا بكثرة ترديد المزامير حب ربنا بالالحان حب ربنا بالقداس حب ربنا بالكتاب المقدس حب ربنا بالخدمة حب ربنا بالعطاء حب ربنا زي ما تحبوا ربنا بس المهم عارفين الحضراتكم لو وقفتوا قدام صورة المسيح كده قلتولوا بحبك دي صلاة عندنا في الشرق هنا في الحتة بتاعت الميدل إيست الشرق الاوسط دي عندنا مشكلة في التعبير عن المشاعر صح يا بنات صح مين فيكم اتجوز حد بيعبر عن مشاعر فيش حد متجوز خالص طب بتعرفوا وتعبروا عن مشاعركم محلعيات العزوبية المشكلة الوحيدة اللي عندنا في الشرق هنا ان احنا ما بنعرفش نعبر عن مشاعرنا ما بنعرفش نقول كلمة بحبك وبحبك ولو تقالت تكون بكسوف بحبك كده من تحت لتحت اللي هي الشفتين مضممتين والسنان هتاكل اللسان خلاص مش عارفين نقولها ليه؟ ما تعلمناش نقول بحبك وبحبك دي كلمة بقت عندنا بسبب الثقافة الاخرى اللي عايشة معانا بقت كلمة ايه؟ كلمة عيب كلمة الحب عيب والحب حرام والحب غلط الحب هي أرقى مشاعر خلقها ربنا في الإنسان الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه وقفوا قدام سورة السيد المسيح قلولوا بنحبك وقفوا قدام الجسد وانتوا بتتناولوا قلولوا مستحق يا رب كل مجد وكرمة بنحبك خدنا في حضنك يا رب حبوا ربنا بالطريقة اللي انتوا تعرفوا وتعملوها بس المهم من حب ربنا دول الأربع حاجات اللي هم بتوع الأرض اللي هو السلوك بالحق في الفكر وفي الكلام وفي العمل وفي كثرة ترديد وصايا الله أو حفظ وصايا الله ننقل بقى على السبعة اللي هم بص فيهم على السماء خلاص الطريق السلوك بالحق في الأرض السلوك يعني المشيان انقل بقى وقف لحظة كده وارفع عينك للسماء وابتدي يبص على سبع وعود وعد بيهم السيد المسيح في سفر الرؤية في الإصحاح التاني والتالي اللي عايز يعيش فرحان اللي عايز يعيش فرحان لازم يتناول من جسد ربنا ودمه مصدر الفرح كله على الأرض وده اللي قاله في رؤية اتنين من يغلب فسأعطيه أن يأكل يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله اللي هيغلب هيأكل واللي عايز يفرح يأكل اللي عايز يعيش بالفرح يأكل هنا يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه خذوا كله هذا هو جسدي ده سبب الفرح ده سبب التعزية ده سبب السلام ده السبب في الله ده السبب في المحبة افرحوا افرحوا بجسد ربنا ودمه يا فرحة الناس اللي وصلت السماء من يغلب من يغلب يعني خلاص اللي خلص جهاده على الأرض وصل فوق فسأعطيها أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله يبقى ارفع عينك للسماء كده وقول له يا رب اوعى تمنعني خد منه وعد ما توعدش ربنا ما توعدوش ربنا ما تقفش تقول ايه أوعدك يا رب مش هبطل تناول طول العمر غلط قل له وعدني يا رب ما تسبنيش أبعد عن جسدك ودمك خد من ربنا وعد انه يفضل مسك فيك ومتبت فيك على مسبحه خد وعد من ربنا انه ما يسبكش افرحه بجسد ربنا ودمه الانسان اللي عايش بعيد عن المسبح بعيد عن جسد ربنا ودمه هو انسان لك اسم انك حي ولكنك ميت ميت يعني بدون حياة والانسان الحي هو الانسان الفرحان افرحه بجسد ربنا ودمه رؤية اتنين احنا قلنا هنقول كم نقطة سبعة يبقى اول نقطة ايه عشان افرح اعمل ايه اكل من جسد ربنا ودمه تاني واحدة كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة من يغلب فليأذيه الموت الثاني يبقى اللي عايز يعيش فرحان يعيش بالايه بالامانة امانة امانة يعني امين بقى ها يعني امين تكون امين في ايه طب بلاش يعني امين تكون امين في ايه امين في كل حاجة بقى امين في شغلك حد فيكو شغال في حكومة هنا حد شغال في حكومة عرفتو بسأل ليه ولا ما ولا نفسر ها نفسر خلاص انتو عارفين ايه لا نمدي ايه انا بتكلم في التليفون انا مش جاي النهاردة امديلي وبعدين انا ببكرة امديلك وهكذا انا عرف ناس شغالة في الحكومة كان بتروح ثلاثة ايام واربعة ايام اوف في البيت يعني ده بشوات يعني بصراحة وبيروح ساعتين الصبح يعني هو اليوم اللي بيروحوا والثلاثة ايام اللي بيروحهم بيروح ساعتين ويمشي ما بيشتغلوش لا حقد على بتوعج اللي بتحكم نعم انا عرف ناس بيعملوا كده لحد النهاردة صدقني هي مصالح مصالح يعني المصالح ابتدى يبقى فيها طبعا زبط ورابط شوي بس في مصالح لحد النهاردة وخصوصا وخصوصا حد هنا في طب حد هنا ليه خلفية تلبيه اتكلم برحتي يعني وخصوصا في الوحدات الصحية صحة ولا غلط في الوحدات الصحية اللي هي متطرفة شوي زي عندنا كده في الشروق مثلا في مراكز صحية او المراكز اللي هي بتاعة الوزارة الصحة صدقوني تسعة عشر احداشر اتناشر واحدة اتنين مفيش مشكلة خالص الدنيا سدحمة دحنك وخصوصا لانها اماكن متطرفة شوي كن امينا في شغلك مفيش حاجة اسمها على قد فلوسهم حضرتك وانت بتمضي على العقد مش ماضيت ان حضرتك هتاخد مثلا اربع تلاف جنيه هو اقل من كده لا هو بيخسل انا مش متدرائب صدقني انت بتخزي العين هو اقل من كده جمال مش حضرتك وانت بتمضي ماضيت ان انت هتاخد اكتر من مية جنيه نشكر الله يعني اكتر من مية جنيه يعني وحضرتك بتمضي على العقد عارف مرتبك كويس اكتشفت ان لدو الشغل عالي شوي فهتعمل ايه بقى هتطلب زيادة او تبتدي تريح وتقول على قد ايه كلمة دي اخطر كلمة بتواجه الناس في الاشغال اوعى تقول على قد فلوسهم انت بمنتهى الامانة بتتمم شغلك وربنا بيبارك في الالف او الاثنين او الالتلاتة او الاربعة او ايا كان اللي بتاخده يلا بركة بشرة خير هتزيد بكرة ان شاء الله تمم عملك بمنتهى الامانة تمم وظفتك بمنتهى الامانة تمم اللي في ايدك بمنتهى الامانة ملكش دعوة هم بيقدرك ازاي هو فوق بيقدر وهو بيرائب وهو بيعوض اعرف حد حصل معه موقف هو داخل كان متعين في شركة مالتي ناشونال كبيرة فدخل الصبح على المدير هو طبعا اسمه فتحه يعني اسمه باين هو فدخل بيقول المدير صباح الخير قال له انت عارف ان انت اول واحد دي صباح النور بتاعته انت عارف ان انت اول واحد مسيحي لساني ييجي على لسانه من يمة ولدت فطبعا دي صباح النورة دي الرد بتاعت صباح الخير حصل معي انا شخصيا انا مش عايز اقول انه انا بس انا مضطرة اقولك انه انا قبل الكهنوت رقم واحد شركة اسمها اعلان هنا ولا ايا اقول شركة من شركات الشيبينج العالمية الدنماركية تمام اسمها مرسك تمام دخلت على المدير بقول له صباح الخير قال له انت عارف ان انت اول واحد مسيحي لساني ييجي على لسانه في حياتي كلها قلت له يعني طب صباح النور قال له انا اتولدت في حتة الفولانية وتربت مش عارف في المعهد مش عارف ايه اسمها الله عليك يعني شكرك يعني وتربت في المعهد الفولاني وبعينه روحت رايحة عالسعودية رجعت لقيتك في خلقتي يعلم ربنا كل ده رد صباح النور عايز اقولك بقى شغل ركني عالجم انا كنت عايز مش عايز اقول انه انا يعني بس طالما انت لا موقف ده حصل معي انا بقى شغل ركني عالجم تعليم مش عايز يعلمني جاي لي واحد زميلي طبعا اسمه طبعا حلو او بالنسبة له يعني ده حاجة يعني مفتخرة يعني يعني مركة حلوة فابتدى يعلمه 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 انا كنت شغال في الحسابات فالمهم في عندنا القيد وحاجة اسمها ريفيرسل بتاعه وفعل سيستم بتاعنا ممكن اعمل قيد وريفيرسل بتاعه مية مرة في وان انتري في انتري واحدة فجي في يوم صاحبنا ده سهران والمدير اداله انتري يدخله فالوقت ما تعرفش ايه اللي حصله فقدر يعمل انتري وريفيرسل واحد وريفيرسل لحد ما خلص المية انتري طبعا مديرنا جاي وطبعا الانتري ما تزابتش بازت فجي الصبح المدير طبعا لقى ميل لطيف خالص جاي له من دنمارك يعني يعني اقل حاجة فين هو ابيح شوي يعني يعني ده اقل حاجة صدقوني انا معرفش لحد النهاردة ايه اللي حصل لقيته بيقول لي زميني ده اركن وانت استلم كل حاجة عارفين وكان الرب مع يوسف فكان رجلا نجحا ده اللي حصل اشتغلت بمنتهى الامانة لحد ما وهو ماشي من الشركة بيقول لي الشركة اللي هرحها هطلبك بالاسم انت تيجي تشتغل معي بعده فيش صباح الخير صدقني والحد النهاردة يتصل علي ويعيد علي مع انه من حبيبنا الحلوين يعني صدقوني الصلاة مع الامانة تعمل معكزات بس اشتغل بمنتهى الامانة كن امينا الى الموت اه امين في شغلك امين في وقتك وقتك ده مش للبابجي في حد هنا السنة اللي فاتت لما جيت في حد انا فاق بس مش فاكر فيه من فين قال لي انا بابعلى بالعب بابجي على طول مش فاكر فين معرفش موجود ولا مش موجود قال لي من سنة بلعب بابجي على طول قلبي ضيق فممكن تلفزت بلساني كلمة مش لطيفة قلبي ضيق فدنت لكن اللي بيحصل ايه مستفز يخرج الواحد عن شعوره كرهني في اليوم اللي اتولدت فيه ده بني آدم وبني آدم وبني آدم بقعد طب ما تجيبه هو يعني حضرتك ممكن تتفضل وتعال هو هاتو هو بقى يعترف هو يخلص يعني يعني انت المندوب السنة بتاعه قول انا قلبي ضيق فمش قادر استحمله قول قلبي ضيق مش قادر احبه فامين في اعترافك وامين في وقتك وامين في شغلك امين في صحتك صحتك متعملتش عشان ريك بها في البيت الانسان اللي بيخبص صحته ويعود بها في البيت زي اللي خد وزنه وده فانها في الرملة ربنا ادى لك صحة علشان تخدم ربنا ادى لك صحة علشان تخدم وتساعد غيرك انزل وساعد غيرك يبقى اول حاجة ايه افرح بجسد ربنا ودمه تاني حاجة افرح بالامانة لانه الانسان الامين هياخد اكليل الايه الحياة فلا يقزيه الموت الثاني تالت واحدة من يغلب فسأعطيها ان يأكل من المن المخفى واعطيه حصاتا بيضاء وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي يأخذ من المن المؤدي التناول لما الاونية كانت ايه من يغلب فسأعطيها ان يأكل من شجرة الفردوسي يبقى لاتنين التناول يبقى المن المخفى هي برضو التناول افرح بالتناول بتاعك من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم فيرعاهم بقديب من حديد كما تكسر انية من خزف كما اخذت انا ايضا من عند ابي واعطيه كوكب الصبح الانسان اللي عايز يعيش بالفرح يعيش بالفرح لانه كاسر الشيطان اعطيه سلطانا على الامم يعني اعطيه سلطانا على الشيطان اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو الانسان الفرحان هو انسان دايس على الشيطان انسان داء مزلة الشيطان انه يزل الشيطان الشيطان يتكسر ازاي اسمع يتكسر ازاي الشيطان الشيطان يتكسر ازاي صلا صمو صلا زي ما بلقول في الاسم بتاعة السيام الكبير ايه تاني ها مزمير مزمير برافو عليك مزمير المزمير لها لها قوة جبارة على الشياطين وعايز اقول لكم على حاجة كلنا شباب وكلنا بنتحارب بالحروب والشهوات الجسدية صح ولا غلط كلنا بنتحارب بيها هقول لكم على سر في مزمور له قوة جبارة على شطان الجسد المزمور الستة وعشرين اللي هو الرب نوري وخلاصي ممن اخاف اللي عايز يخلص من اي شهوة شبابية جسدية يصال المزمور ده لما تجي له الشهوة اي انسان يجي له شهوة شبابية او شهوة جسدية يصال المزمور ستة وعشرين الرب نوري وخلاصي ويصال بمنتهى القوة هذا المزمور له قوة غير طبيعية على شيطان الجسد وشيطان الشهو بيتحرق فورا معايا حبيبي الانسان الفرحان هو انسان ديس على الشيطان زي من القديسة مارينة الشهيدة لها صورة مشهورة وهي عاملة ايه وقفة وحتى ديسة برجلها على الشيطان كل ابقنا القدسين داسوا على الشيطان زي ماري جرجس اما حطوله السم في الكاس رح رشم الصليب داس على الشيطان اعطانا السلطان ان ادوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو شرب ما حدش ازاي كتفوا قديه عارفين القصة المشهورة اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا فما حدش برضو رشم الصليب فالشيطان اتكسر قدامه سان الفرحان اللي يوصل لبداية بسهولة هو الانسان اللي انتصر على الشيطان الانسان اللي رفض الشيطان عارفين حضراتكو فيه حد فيكو حضر معمودية قريب او حضر معمودية لحد من حبيبه او اخواته او قريبه انا بحب قوي صلاة المعمودية عشان فيها صلاة جحد الشيطان واجمل اجمل تلات كلمات بقولهم ايه اجحدك 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 بحس فعلا في لحظتها ان السماء بتتفتح وربنا بياخد الشيطان كده يمسكه يفعصه ويرمي تحت رجلينه جحد الشيطان دي صلاة قوية جدا جدا فعلا بحس بفرح انه فعلا الجيبيك حد الشيطان هو انسان دايق محبة ربنا ودايق فرح ربنا لانه خلاص هو مش عايز حاجة هو حط الشيطان تحت رجلية حط الشيطان تحت رجلية بمزامير بقول ده سيد بتسبحة بتناول بكتاب مقدس بخدمة كل هم الستة اللي عملين نكرر ونعيد ونزيد فيهم ما عندناش غيرهم على فكرة الكنيسة الابطية الارثوذكسية دايما تتكلم في الست حاجات دول جسد ودم مزامير كتاب مقدس وخدمة انزل بدول وربنا يسندك من يغلب فذلك سيلبس ثيابا ضيدا ولن أمحوا اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته مين الشاطر اللي يقول لي الوعد ده يفرحني ازاي سيلبس ثيابا ضيدا دي معناها ايه أنا قربتها لكوه شوي ها الانسان الفرحان ما ليغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا يعني ايه توب؟ التوبة يعني ايه؟ التوبة يعني رفض الخطيئة التوبة يعني بدي ظهري ولف وارجع تاني صح ولا غلط التوبة الحياية بقى التوبة الحياية هي ايه؟ النمو في فضيلة عكس الخطيئة اللي أنا كنت بعملها يعني كنت مش أمين كنت إنسان كذاب أنمو في فضيلة ايه؟ الصدق أكون صادق أنمو في فضيلة الصدق بمدي ايدي على حاجة مش بتاعتي أنمو في فضيلة الأمانة عيشوا بالاسلوب ده هي دي التوبة التوبة هي تغيير اتجاه والنمو في فضيلة اللي عكس الخطيئة اللي كنت بقع فيها هي دي التوبة خدوا بالكم التوبة بداية التوبة ايه؟ بداية لكن بعد كده حياة اسمها حياة الايه؟ ها؟ حياة الجميل قال الجهاد برافو في حد قال الجهاد حياة الجهاد التوبة بداية لكن بعد كده حياة ايه؟ بجاهد عمال بجاهد بجاهد ضد الخطيئة وبجاهد ضد الجسد وبجاهد ضد الشيطان وبجاهد حربانا ليست مع جسد ودم ولكن مع أجناد الشر الروحية أنا عمالة جاهد لم تجاهد قومه بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية فالتوبة بداية لكن يعقبها حياة إيه؟ حياة جهات طويلة خالص من يغل فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي ورشاليم الجديدة النزلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد سأجعله عمودا هديله البنوة بقى هديله أنه يكون إبني بقى إحنا كلنا خدنا البنوة بالمعمودية لكن بعد المعمودية طول ما إحنا ماشيين بيتحدف علينا خطايا ولا مش بيتحدف بيتحدف بتوسخ بتوسخ اللي هيغلب هيكون إبني أنا هقعده معايا بقى هيكون عمود العمود دي معناها إيه؟ مين شاطر قربها كده؟ لسه عملين نتكلم عليها العمود اللي هو لإيه؟ السبات حلوة قربت شوي ما انت سابت في الكنيسة معناها أن انت إيه في الكنيسة؟ أساس في الكنيسة؟ أيوة ما انت عضو بقى بتعملي بقى العضو ده ها قربته ها إبرافو عليك برضو انت لهو بعمل يغشيشك انت اللي بتقول طيب الإنسان الفرحان هو الإنسان الخادم السبع عود على فكرة كلهم إشارات ورموز دي اللي بيحصل معنا هنا تناول خدمة طوبة زي ما انتوا شايفين كده وإحنا ماشيين نصر على الشيطان اللي هيغلب هو الخادم الانسان اللي بيسرع إلى ما يسر كل قلب كل الانسان كل الناس اللي حواليه سان الخادم هو انسان فرحان ليه؟ انه بيخدم وبياخد بركة سيد المسيح في يحنى 15-16 يقول ايه؟ حد فيكو اختار انه يخدم مع ربنا؟ سيد المسيح يقول ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي ربنا بيختارني عشان اخدم عارفين خادم بالانجليزي يعني ايه؟ سيرفانت نرجعها للعرب يبقى ها؟ خدام رب عليكم يعني الترجم العربي الصح السيرفانت ايه؟ خدام احنا خدمين في بيت ربنا الانسان اللي عايز يعيش بالفرح ويوصل في الاخر هو انسان بيخدم الناس انسان بيسرع إلى الخدمة خدمة مرضى خدمة قرى خدمة عشوائيات خدمة صعيد خدمة مسنين خدمة سجون خدمة ارامل خدمة ايتام خدمة انقياء القلب او زوى الاحتياجات الخاصة خدمة اطفال اي خدمة الشعب المسيحي كله مدعو للخدمة حضراتكم كلكم مدعوين للخدمة عارفين زمان في التسعينات اللي فيكو حضر التسعينات يعني كان فيه شعار كده طلع من الجماعة اللي هم بتوع الحركات اللي هي دي هو الحل عارفين انتو عارفينها انتو دلوقتي يطلع واحد شاطر يقولي هيقولها على طول عندنا في الحياة المسيحية الخدمة هي الحل عايز تخلص من الزات عايز تخلص من الانا عايزة تخلصي من صغر النفس عايزين تخلص من الكبرياء عايزين تخلص من اي خطية اخدم عايز تخرج برازات عايزين تحسوا ان مشاكلكو ولا حاجة انزلوا خدموا قبل الكهنوت كنت واخد برك انا قدامي ادي خلصت صح خلصت خلص بلاش قبل الكهنوت اقولها قبل الكهنوت كنت بانزل خدمة في الخصوص فكنت بروح لواحد عده معايا بقى هو عايش في منطقة عشوائية في شقة كده عبارة عن قوضة وصالة والحمام مقفول بملاية ورحته صعبة خالص عنده شلل رباعي وكانسر فيروس سي وشاي الكبد وهيستقص انا اسف شاي المعدة وهيستقص الكبد وعايش ولانه مستقص للمعدة فهو ما بيكلش هو بيشرب ميا بسه ميا معدنية الكنيسة كان بيتوفر له ميا معدنية لانه ممنوع يشرب ميا من الحنفية عشان الفيروس اللي عنده خمس امراض تريبا قلناها وخش عليه يقول لي قوله عمل ايه عم ابراهيم الراجل ده سافر السماء في الاربعين يوم يعني وانا في الدير في الاربعين يوم عرفت انه سافر السماء عمل ايه عم ابراهيم يا 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 بو يا شابون يعني اللي هو قبل الكهنود يا يا استاذ فلان ده انا احسن من ناس كتير ده نشكر ربنا هو انا استهل العيشة الحلوة ولا انا عايشها حشوق هدومي يعني انا مش فاهم مش قادر انت عايش ازاي الراجل ده يحكيلي كده الله ينايح نفسه يعني يقول لي الاسبوع اللي فات كان ابونا بشوي قعد جنبي يجالي كده قعد اتكلم معايا شوية العدرة عدت علي كده عشر دقيق ومشيت مري جيرجس يخش بالحصان يركنه جنب السرير وينزل وقعد معايا شوية ما كانش على لسانه غير كلمة ايه اشكرك يا رب ده انا احسن من ناس كتير احسن من ناس كتير في ايه انا مش عير انا كنت بستنى انزل الزيارة بتاعته علشان انا برجع متعزي ومتبارك وفرحان بس انا مش بسمي نفسي خادم ده انا بسميه هو خادم ده هو كارث باسم المسيح وكارث بالسم ده الخادم اللي بيخدم ربنا اختاره علشان يفرح معاه اللي بيخدم ربنا اختاره علشان ياخد بركة معاه هي بنعد مع بعض ها اربع حاجات ارضية كده نمشي بيها السلوك بالايه السلوك بالحق في الايه في الفكر وفي الكلام وفي العمل وفي حفظ وصايا الله والسبعة بتوع نجيبهم تاني شجرة الحياة الوصول للملكوت الامانة ها الجسد والدم سلطان على الشيطان التوبة اخر حاجة الخدمة ده في واحدة كمان فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي نرجعهم مع بعض فكر قول عمل وصايا الله تأمل في شجرة الحياة انتظار اكليل الحياة ممارسة الاسرار المقدسة رفض الشر اهتمام بالمجد السماوي بالتوبة ادراق حقيقة حقيقة مركزنا السماوي المثابرة برجاء اللي هي اخر واحدة اللي هي من يغلي فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي عندنا رجاء ان احنا نقعد مع ربنا في عرشه عندنا رجاء ان احنا نوصل اخر حاجة عايز اقولها لكم عشان خطر ربنا محدش يجيله شك انه مش داخل كلكو ولاد ربنا كلكو داخلين بنعمة ربنا كلكو واخدين ختم دخول السما كلكو مدعوين للدخول بس ينقصنا ايه نتعلم بس لغة السما اللي هي لغة المحبة وينقصنا بس شوية حاجات صغيرة مش ينقصنا اللي وصلنا السما بسهولة هي شوية الحاجات دي بس كلكو ولاد ربنا محدش يجيله شك انه مش داخل محدش يجيله شك انه ربنا مش بيحبه زي ما بسمع عن بعض الناس ربنا سابني ربنا مش حسس بيا خالص انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم كلكم بنعمة ربنا مدعوين بالفرح في الارض وفي السماء لإلهنا كل مجد وكرمه في كنيست المقدسة من إله الله بدامين شكرا لك تسابونا كتير لكلمة جميلة عشان بس ما نتأخرش عيد التنبيهين بسرعة عندنا ربنا